الخنوس على رادار غلطة سراي والفريق التركي يلعب ورقة زياش لإقناع بلال رقم مميز لجواد اليميق في مباراة الوحدة والهلال في دور روشن السعودي أبدت إدارة فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم رغبة جامحة في انتداب الدولي المغربي بلال الخنوس لاعب فريق جينيك البلجيكي خلال المركات الشتوي المقبلي وأوضحت وسائل إعلام تركية أن إدارة غلطة سراي بدأت في إعداد ملف الانتقال التشتوية مبرزة أن الخنوس ضمن أجندة اللاعبين الذي ينوي النادي الأصفر والأحمر التعاقد معهم وشددت المصادر نفسها على أن الفريق التركي طلب من زياش إقناع الخنوس بالتوقيع في كشفات غلط سراي خلال مرحلة الانتقال التشتوية ولعب البالغ من العمر 19 عاماً 31 مباراة إجمالاً هذا الموسم وتمكن من تسجيل ثلاث أهداف كما قدم أربع تمريرات حاسمة تجدر الإشارة إلى الخنوس يتصدر قائمة مركز الدراسات الرياضية الدولية للاعبين الواعدين تحت عشرون عاماً رقم مميز لجواد اليميق في مباراة الوحدة والهلال في دور روشن السعودي حقق الدولي المغربي جواد اليميق مدافع الوحدة السعودي رقماً مميزاً وغير مسبوق في دور روشن السعودي لكرة القدم أمس الجمعة عندما انهزم فريقه أمام الهلال بثنائية نظيفة ضمن الجولة سبعة عشر وحسب موقع صوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات فقد قام مدافع الأسودي بتشتيت الكرة في ستة عشر مناسبة وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في دور روشن وكان الموقع ذاته قد اختار اليميق ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي لكرة القدم الخاصة بالجولة ستة عشر جدير بالذكر أن جواد اليميق كان وقع في كشفات الوحدة السعودي لمدة موسمين رياضيين خلال مرحلة الانتقالة الصيفية الماضية قادماً من بلد الوليد الإسباني تجدر الإشارة إلى أن الناخب الوطني وليد الريكراكي مدرب المنتخب المغربي كان قد وجه الدعوة لليميق من أجل المشاركة في المعسكر الإعدادي الأخير الخاص بمباراة تنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 شروم